لو ما تكسرتش البنجة الحرة هو الأزمة الاقتصادية العالمية هتنكسر هتنكسر والأوضاع هتتحسن هتتحسن وخد بالك إنه كل مؤسسات الدولة الحكومة بالمؤسسات بأي أجهزة معنية الكل بيشتغل بلا هوادة علشان نقدر نعدي ما يحدث بسبب ما جرى بقى بسبب الكورونا وما بعد الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما يليها وتوابعها من أزمات اقتصادية في العالم وده حقيقي يعني هو أنا مش محتاجة أقولك إنه هي أزمة اقتصادية في الدنيا كلها هتيجي تقولي ما انتو قلتونا كده يوسف بقالنا سنة هقولك تبانا يعمل ايه يعني إيه اللي أقدر أقدمه لك أكتر من أنا أقولك الحقيقة طب على سبيل المثال للحصر هو لو الأزمة الاقتصادية دي مش عالمية ولو إنه تابعتها مش بتضرب العالم كله بما فيها أكبر وأعتى وأقوى اقتصاد في العالم زي الولايات المتحدة الأمريكية كان إيه اللي يدفع الفيدرالي اللي بعد ما كان مسبت سعر الفايدة يرفع سعر الفايدة تاني هتقولي هستو رفعها ربع هقولك وانت فكر ربع في الفيدرالي دي هينة ولا إيه لا الحكاية كبيرة جدا 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 ولازم تشوف إنه تابعات رفع الربع في المياه في الفيدرالي الأمريكي بتعمل ايه في البنوك المركزية بتاعت الاتحاد الأوروبي لازم تشوف ده وما ينفعش تبعد عينك عنه وما ينفعش تشتغل على جلد ذات لا هي المسألة كبيرة وصعبة وما هيش عينة على الإطلاق اشتركوا في القناة